أهلا بكم إلى معرض الصحف التفصيلي لنهار اليوم البداية من جريدة النهار التي عنونت مافيا العقار تستولي على مئة ألف شقع انطلقوا تسجيل تلاميذ السنة الأولى ابتداء والأقسام التحضيرية بداية من الفاتح أفريل تلاتون ألف شخص يبيتون في العراء خوفا من زلزال مدمر في باتنا ومواطنون يحاصرون وزيري الشباب والتكوين المهني ويطردونهما من عين صالح في تفاصيل هذه العنوين البداية كشفت نتائج لجنة التحقيق المتخصصة بدراسة ملف المساكن الشاغرة عن وجود أزيد من مئة ألف شقع شاغرة تم الاستحواذ عليها من قبل مسؤولين محليين بالإضافة إلى رجال أعمال ومافيا العقار في جميع الولايات بالوطن حيث أفرجت التحقيقات عن قيام هذه العصابات بنهب هذه المساكن بطرق ملتوية منذ سنة 1990 ومن المنتظر تقول النهار أن تكون أمام الحكومة مجموعة من الاحتمالات التي ستطبقها لاسترجاع هذه الحضيرة الكبيرة للسكن حيث ستقوم إما باسترجاعها ونزعها من قاطنها الحاليين أو إجبارهم على دفع ثمنها بسعر العادي أي بدون السعر المدعم من قبل الدولة أضف إلى ذلك استعادة المساكن التي ظلت شاغرة والتي لم يقتلها أي أحد منذ توزيعها وإعادة منحها لمستحقها الحقيقيين إلى موضوع آخر أعلنت وزارة التربية الوطنية عن عملية انطلاق تسجيل التلاميذ في أقسام السنة الأولى ابتداء وأقسام التحضيري ابتداء من الفاتح أفريل الداخل وتنتهي يوم الثلاثين جوان وتخص هذه التسجيلات تلاميذ المولودين بين الفاتح جونفي إلى 31 ديسمبر 2009 بالنسبة للذين سيسجلون في السنة الأولى ابتدائي وبين الفاتح جونفي وحتى 31 ديسمبر 2010 بالنسبة للذين سيسجلون في الأقسام التحضيرية وأضافت جريدة النهار أن الوزارة اشترطت أن تشرع المؤسسات التربوية في تعليق الإعلانات قصد التمكين أولياء التلاميذ من الاطلاع عليها وتحضير الملفات التي تتضمن كل من شهادة الميلاد ونسخة من شهادة التلقيح وصورتين الشمسيتين إضافة إلى وصل كراء الكهرباء والغاز لإثبات الانتماء وتجنب الاكتضاد في الأقسام التحضيرية كما اشترطت الوزارة من مديري الابتدائيات أن لا يتجاوز عدد التلاميذ المسجنين في الأقسام التحضيرية 25 تلميدا وفقا للمعايير البداغوجية المعمول بها إلى موضوع آخر تناولته جريدة النهار عاش ألف المواطنين بدائرة مروانة ورسل عيون وانجاوس وولادسي سليمان ليلة الأحد إلى الاثنين رعبا حقيقيا بسبب إشاعة انتشرت كالنار في الهاشيم حول هزة أرضية بقوة كبيرة ستضرب المنطقة ما أدى بأكثر من 30 ألف مواطن إلى هجر منازلهم اتجاه السحات العمومية والملاعب الجوارية وحواف الطرقات أين قاموا بنصب خيام من القماش وكذلك البلاستيك فيما احتمل مئات بسياراتهم التي ركنها بجانب بعضها البعض على مسافات طويلة ومساحات شاسعة وقالت جريدة نهارا المواطنين المذعورين تأكدوا بعد بزوغ فجر أمس الاثنين بأن القضية وما فيها مجرد إشاعة حيث مرت الليلة بسلام دون حدود أي هزة أرضية حتى الخفيفة منها وكان العشرات من المواطنين قد تخلوا عن قرار مبيتهم في العراء بعد بث تلفزيون النهار في نشرة حصاد مساء أول أمس الأحد لبيان منسوب للخبراء في علم الزلازل أكدوا استحالة التنبؤ بأي هزة أرضية وأن من تشر بين المواطنين هو مجرد إشاعة موضوع آخر تطرقت إليه جريدة النهار اليوم قام عشرات المحتجين الرافدين للغاز الصخري بعين صالح في ولاية طمان راست يوم أمس قاموا بمطاردة وفد وزاري رسمي ضم كل من وزير التكوين المهني نوردين بدوي ووزير الشباب عبدالقادر الخمري وطالبوهما بالرحيل من المدينة إلى جريدة وقت الجزائر الآن التي عنونت تمديد السنة الدراسية حتى 31 ماي في التفاصيل قررت وزارة التربية الوطنية تمديد الدراسة بالنسبة للأقسام الأولى وثانية تانوي إلى غاية 31 ماي من أجل تدارك الدروس الضائعة بسبب الإضرابات وكذلك الإضرابات التي شهدها القطاع لمدة خمسة أسابيع وهذا لتكملة المقرارات الدراسية في حين ستمتد الدراسة بالنسبة للأقسام النهائية إلى غاية العشرين من ماي إلى جريدة البلاد التي عنونت تخلاط أوروبي في احتجاجات الغاز الصخري وفي التفاصيل اعتبر رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العمال جلو الجودي دعوة التي أطلقها النائب في البرلمان الأوروبي جوزي بوفي تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للوطن مؤكدا أن النظر في قضية عنصانح داخل البرلمان الأوروبي بحد ذاته يعتبر اعتداءا على السيادة الوطنية أضافت جريدة البلاد أن معظم أراء الشخصيات السياسية وأخرى من المجتمع المدني ذهبت إلى نبذ الدعوة التي أطلقها النائب في البرلمان الأوروبي جوزي بوفي إلى ممثل المجتمع المدني في عنصالح للحضور إلى البرلمان الأوروبي ببروكسل شهرجوان من أجل إسماع صوتهم إلى العالم كما قال في حين سيجتمع عضاء اللجنة الوطنية المناهضة للغاز الصخري لتحديد موقف موحد من هذه الدعوة إلى صحيفة المساء الآن التي عنونت مئة مليار دينار للمخططات التنموية البلدية في التفاصيل كشف الأمن العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية أحمد عدلي عن تخصيص الدولة لمئة مليار دينار لتمويل مخططات التنمية المحلية ببلدية الوطن وذلك برسم سنة 2015 مشيرا إلى أن هذه العملية تندرج في إطار مواصلة مجهود التنمية المحلية الهدفة بالأساس إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطنين صحيفة أخرى صحيفة المحور التي عنونت إجلاء مئة عامل تركي من ذراع الميزان بعد تهديدات إرهابية وقالت المحور تم الحصول على معلومات من مصادر أمنية حسب المحور أن الأجهزة الأمنية بولاية تيزيوزو اضطرت ليلة أول أمس إلى إجلاء قرابة المئة عامل تركي مكلفين بإنجاز أشغال مشروع ربط ولاية تيزيوزو بطريقة سيارش الغرب بذراع الميزان وقع على بعد 45 كم جنوب مدينة تيزيوزو وذكرت صحيفة المحور استنادا إلى مصادرها أن قرار ترحيل الرعاية التركيين من قاعدتهم المتواجدة على حفة طريقة الوطن رقم 25 بالضبط لدى المدخل الجنوبي لمدينة تراع الميزان جاء بعد ورود معلومات دقيقة للأجهزة الأمنية اعتمادا على مصادر استخباراتية بوجود مخطط إرهابي تنفيذ اعتداءات إرهابية وحتى عملية انتحارية تقول المحور لاستهداف العمالة التركيين العاملين في المؤسسة المختصة في الأشغال العمومية إلى الصحفة الوطنية ناطقة بالفرنسية البداية مع الإكسبريسيون التي عنوانت فرع للنقل البحري الحضري قريبا في التفاصيل أعلنت المؤسسة الوطنية لنقل البحري للمسافرين عن إنشاء فرع جديد سيتكفل بالنقل البحري الحضري مشيرة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى فصل النقل البحري الحضري عن نشاطات مؤسسة النقل البحري المسافرين التي ستكون فقط لنقل الدولي وبهذا سيصبح بإمكان سكان العاصمة تنقل بكل الريحية على متنية الباخرة للذهاب للعمل أو حتى لقضاء حاجيتهم إلى صحيفة لسوار دالجيريا التي عنوانت التوقيع قريبا على اتفاقيات مالية لتطوير تربية المائيات في التفاصيل أكد وزيره صيد البحري والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي أنه سيتم التوقيع في عفريل المقبل على عدة اتفاقيات بين قطاع الصيد البحري وهيئات مالية لتطوير تربية المائيات في الجزائر وضح الوزير أن الأمر يتعلق باستقطاب المزيد من الاستطمارات نحو نشاط تربية المائيات إلى صحفنا المحلية البداية من شرق الوطن جريدة النصر التي عنونت تغارات قانونية تعرقل إبرام سفقات ترميم البنايات القديمة بقسنطينة في التفاصيل أوضح أمس رئيس الدوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات التقافية المحمية أن مشاريع ترميم البنايات القديمة بقسنطينة قد كشفت عن تغارات قانونية عرقلت عملية إبرام السفقات مع مكاتب الدراسات وأشرت جريدة النصر إلى أن مكاتب الدراسات التي تشرف حاليا على مشاريع الترميم البالغ عددها سبعة أو أربعة وسبعين مشروعا تعمل بموجب تسخيرة قانونية من السلطات الوصية إلا أنها لم تتحصل إلى الآن على عقود السفقات إلى جريدة الوصل الآن التي عنونت سكان وادي سفيون ببلعباس يطالبون بالتحقيق في قائمة السكنة الإيجارية التفاصيل لم يهضم عدد من سكان بلدية واد سفيون ببلدية أو ببلعباس إقصاءهم من قائمة المستفيدين من السكانات الاجتماعية الإيجارية التي تم توزيعها مؤخرا على مستفيدها وأطالبوا في هذا الشأن وليسيدي بالعباس بتجميد القائمة وفتح تحقيق في القضية ننتقل بكم إلى تصريح اليوم هو لوزير الطاقة يوسف يوسفي الذي قال يجب على المؤسسات الجزائرية تحسين تنافسيتها حتى تتمكن من المساهمة بشكل أكبر بتجسيد مختلف برامج التطوير التي بشرها القطاع خلال السنوات الخمسة المقبلة قال كذلك يتطلب ذلك تجنيدا لجميع التقاط الوطنية الصناعية والبشرية من أجل تحقيق أهداف تطوير القطاع كما قال الوزير مرحبا بكم في القطاع شرط أن تكون أكثر تنافسية من حيث الجودة والأسعار إلى الأجندة المرتقبة نهار اليوم إذن تنشط وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط يوما برلمانيا حول إصلاح النظام التربوي الجزائري وتحويره يقوم كذلك وزير النقل عمر غول اليوم بزيارة عمل وتفقد لمشاريعه القطاعية بالجزائر العاصمة كما ينظم حزب جبهة التحرير الوطنية اليوم ندوة وطنية للشباب بالمقر المركزي للحزب بحضرها اشتركوا في القناة